من جديد بانضام ليكت المحمد سعيد ويوفا الكرام في الاستوديو كل جمهيري النادي أعرف كل مكان معنا واحدة من نجمية النادي الأهل النهاردة واللي كان لهم دور كبير جداً أسلام مبراه أمينة عاطف يعني أمينة النهاردة مبركة صعبة لكن كنت قد سقط الجاز الفني وجمهيري النادي الأهلي في كل نهاردة ممكن صعبت شوية خاصة كمان الديقتين التارضل لأخذتهم في الشروع التاني لكن الحمد لله يدلنا نرجع ونحقق مكسب مهم النهاردة الحمد لله احنا كموتش صعب احنا كنا محضرين كويس جداً للماتش ده لأن انت عارف احنا قصرنا في الكاس فاحنا عارف مضغطين قوي اللي هو مضغطين تحت ضغط ان البطولة مش تطلع برا النادي يعني فحنا منها بتحت ضغط جامد قوي فتلاقينا مركزين زيادة من اللزوم بس الحمد لله ماتش عادة في كل حاجة فيه يعني احنا كنا رجالة بشكر كل فرقتي يعني بصراحة الحمد لله كان في غياب التوفيق شوية في بعض الرامات الجزائية لكن اعتقد توقيتات كابتن يحي يوسف النهاردة في الطايم قوت وكمان يمكن بين الشرطين تعليماته عملت تحول كبير جداً في بداية شرطين اوه الحمد لله وقالنا ان احنا يعني ان احنا نهدى احنا كله متسرعين قوي قالنا نهدى ان شاء الله نكسب وكذا واحنا فعلا لما هدينا الملعب وركزنا يعني زي ما نشفت يعني الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله الحمد لله امكان عدنا خطوتين يعني برح الزمالك والنهار ده سبورتنج فاضل بس الستين دقيقة بكرة قدام الشمس احنا الاول التعادل يكفينا ولكن طبعا اكيد هتلعبوا على الفوز بكرة يعني هتتكلموا على بعض في ايه والحديث اللي هتجمعكم انتو كلاعبين وهتتعادوا علي بكرة احنا احنا طبعا ما بنلعبش على التعادل خالص احنا عايزين نكسب ونكسب فرق محترم يليق بينا وبنديل اهلي لان احنا فعلا نستحق ورجالة وتعبنا ما فيش حد بيتعب زينا فنواية الجمهور النادي الاهلي ان احنا ان شاء الله البطولة دي مطلعش بره ان شاء الله بإذن الله شكرا امينة ومن ثم لكم التوفيه وان شاء الله بكرة موفيين وان شاء الله تهدوا البطولة بكرة الجمهور النادي الاهلي ان شاء الله شكرا محمد دك اللقاء مع امينة عاطف زي ما قلت لك واحد النهار ده من نجمات فريق النادي الاهلي وكل لعبة النادي الاهلي بصراحة نجوم يعني كل التوفيق إن شاء الله وستين ديئة بكرة إن شاء الله بعدها يتوج النادي الأهلي بلقى بطولة الدوري ويبقى دايماً البطل هو النادي الأهلي ويبقى البطولة في دولابها المفضل هو دولاب بطولة النادي الأهلي كلمة ليكة محمد ومكملين في باقيات القاعد بإذن الله بإذن الله إن شاء الله شكراً جزيلاً للزميل العزيزة